اهلا بكم اعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقاق لتصحيح المفاهيم وتركيبه كلوب هيكون معانا بإذن الله لفضيلة الامام الدكتور محمد عبد الربو امام وخطيب وزارة الاوقاف للاجابة على اسئلة الحلقات والسؤال حلقة النهاردة هل تجديد الخطاب الديني يعني انكار السنة النبوية الشريفة وكيف نرد على ذلك الفكر الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونصلي ونسلم على امام الانبياء وسيد المرسلين وبعد معانا الدكتور بمناسبة الاجابة على هذا السؤال المهم الا وهو المقصود بانكار السنة النبوية نقول ان هذا السؤال هو سؤال قديم حديث يظهر على السطح بين الحين والاخر ولان المقام لا يتسع الى الاجابة عن هذا السؤال بصورة مفصلة وبشرح واف نقول وبالله التوفيق سيفاجأ السادة المشاهدون بما نقوله الان الا وهو ان منكر السنة هم ابلغ دليل على صدق السنة كيف ذلك نحيل حضراتكم على قول الله عز وجل في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذه الاية انزلها رب العالمين تبارك وتعالى على نبيه قبل ان يأمره بتحويل القبلة يا محمد عندما تحول القبلة سيقول الصفهاء كذا وكذا 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 لو كان عند هؤلاء الصفهاء عقل وبعد ان امر ربنا النبي بتحويل القبلة سكتوا ولم يتكلموا لكان سكوتهم ابلغ دليل على كذب القرآن الكريم ولكن لان الله اعمى بصائرهم وبصيرتهم نطقوا بما تنبأ به القرآن فدللوا بذلك على صدق القرآن وما تنبأ به رب العالمين كذلك السنة اذا اردنا ان نسقط هذا الامر على السنة نجد النبي في صحيح الامام مسلم يعلمنا ويقول يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا فقال صلى الله عليه وسلم الا انما قال رسول الله كما قال الله هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيأتي على المسلمين زمان يخرج اناس من بينهم يقولون لا نعترف الا بالقرآن وننكر السنة فلو سكت هؤلاء ولم يقولوا نحن ننكر السنة لكذبوا النبي والسنة فيما تنبأ به النبي وفيما تنبأ ديه سنته ولكن انكارهم للسنة كان ابلغ دليل على صدق السنة وصدق ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام هذه واحد الامر الاخر هؤلاء الذين ينكرون السنة قل لي بالله عليك انتم بذلك تريدون ان تسقطوا كثيرا من اركان الاسلام وما يتعلق به من احكام بمعنى الصلاة فرضت اجمالا في القرآن الكريم من اين اعلم تفصيلات الصلاة عدد الركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بيانتها السنة ولم تبين في القرآن من اين اعلم مقدار زكاة المال وزكاة الفطر بيانتها السنة ولم تفصل في القرآن الكريم من اين اعلم اركان الصيام وما يتعلق به من احكام بيانتها السنة ولم يبين القرآن الكريم من أين أعلم أركان الحج وما يستلزمه من الإحرام ومن السعي ومن الطواف وما يتعلق به من أحكام بيانتها السنة فقولكم نكتفي بالقرآن أنتم بذلك تريدون أن تسقطوا أكثر من 90% من الأحكام المتعلقة بهذا الدين والعياذ بالله وللمستمع الكريم أن يعلم أن الغاية ليست هي السنة وحدها وإنما الغاية هي التسلل إلى القرآن الكريم والانفراد به بعد الإجهاز على السنة المطهرة هؤلاء بعد ذلك عندما ينفردون بالقرآن سيقولون أن القرآن يناقض العلم الحديث وأن القرآن فيه قصوة وليست فيه إنسانية وأن القرآن يخالف المدنيات الحديثة وغيرها من الطرهات التي يتفوهون بها ليلة نهار لخص النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على هذه الفرية وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة هذا والله تعالى أعلى وأعلم أحسنت فضلتك ومنافعنا الله وإياكم وسادة المتابعين دائماً بكل الإجابات القائمة لحضرتك بالتفضل بها في البلنامج وإلى أمل في أحلاق القادمة اشتركوا في القناة